معنا مباشرة من الرياضة الصحفية المتخصصة في شؤون الجماعات الإرهابية هدى الصالح هدى شكل وجودك معنا في أسبوع أسألك في البداية ما الذي يعنيه القضاء على أبو بكر البغدادي اليوم وسواء طبعا من الناحية الرمزية التنفيذية لتنظيم داعش الإرهابي أو حتى من الناحية السياسية يعني بالتأكيد أنه بيعتبر أن هذا انتصار إنجاز عسكري تجاه مثل قضاء على أبو بكر البغدادي والمتحدث الرسمي للتنظيم لكن لمن يتابع الجماعات الإرهابية القضاء على القيادات أو الزعمات لي الجماعات المتطرفة على واقع الأرض لم يعود أنه يعكس الكثير على مدى حركة التنظيم أو مدى جودة إنتاجه للمزيد من العناصر المتطرفة هي بالطبع جانب معنوي أيضا للضحايا لمن فقدوا دويهم لمن عذبوا لمن قطعت رؤوسهم يعني للمشاهد اللي كنا نشاهدها في دوار الرقة شخصيا كنت في سبق سبق زرت الرقة وشاهدت ناس طبقت فيهم حدود داعش بلا أي محاكمات بلا لمجرد خلافات شخصية بينهم وبين تنظيم داعش أخذ إتوات أو ما إلى ذلك لا زال هناك ناس ضحايا هذا التنظيم يعيشوا في هذه المناطق لمن يزورها يرى من قطعت بطرت يده وقدمه أو يعني حتى الصور اللي لازم نذكرها لمن علقت رؤوسهم على الطرقات لازم للناس يعني لم يفقدوا يعني أو ينسوا هذه المناظر إلى اليوم يعني قتل البغدادي والطريقة التي وصفتها الولايات المتحدة كيف انتهى به الأمر قد تكون القليل مما يشفي صدور هؤلاء الناس اللي ثقتوا ضحايا وأيضا العشاء العربية التي كثير منها يعني أبيد عدد بالمئات من بعض العشاء العربية صحيح أستاذ هدى يعني حنعرف أنه أبو بكر البغدادي كان شخص مهم جدا للتنظيم داعش يعني قادم منذ عام 2010 وأسس دولة فبرأيك ماذا نتوقع لمستقبل هذا التنظيم الآن خاصة بعد ما تم الإعلان عن اسم الزعيم الجديد يوم أمس بالنسبة لمنصب الخليفة لتنظيم داعش هو لا يعني غير المنصب الروحاني المعنوي لإضفاء طابع الديني للعناصر التي تهوى مثل هذه الأفكار أفكار الخلافة والحاكمية وتطبيق الشريعة الإسلامية أفكار الإسلام السياسي بكافة أطيافه وأشكاله لكن حقيقة التنظيم هو معقد أكثر من كونه هو تنظيم أيدولوجي ديني يعني يشمل كثير من فئات في داخل المجتمع العراقي بمكان تأسيسه من سنة من شيعة من شباب غير متدين بالأساس الوضع السياسي في داخل العراق هو سبب كبير جدا أن هذا التنظيم سيبقى يبني نفسه ويعيد تشكيل ذاته من جديد تعيين حتى الخليفة الجديدة الذي عين لا أحد يعرفه يعني حتى القيادات التي انشقت عن تنظيم داعش في الفترة قبل قتل البغدادي يقولوا كيف نبايع كونيا أو حتى المتحدث الرسمي الذي تم نشر صوته التسجيل لم يعلن حتى اليوم أسماؤهم لكن خلف هذه الإسمين هناك قيادات عسكرية ضباط سابقين كانوا في جيش صدام في البعثيين لهم خبرات أيضا لهم خبرات منذ مشاركة في تنظيم القاعدة من 2003 هؤلاء هم الأخطر في تنظيم داعش قتل البغدادي نعم معنويا يدمر يعني ويأثر نفسيا أيضا بما نراهم من نساء الخلافة بمخيم الهول وغيرها من المواقع وأيضا من المحتجزين من تنظيم داعش لكن شخصيا لا أرى أكثر من ذلك يعني على الأرض لن يغير الكثير بالنسبة للتنظيم سيعيد اليوم يؤسس مجلس الشورى الخاص فيه يعينوا قياداتهم سيحاولوا الآن أتصور أنهم سيغيروا قليل من أجندتهم وطريقتهم في العمل على الأرض لأن داعش في الماضي خسر الكثير حتى من الشرعيين خسر من ما نقوله يعني ممكن أصف الاستقبال الشعبي لوف في محيطة في العراق وفي سوريا وأيضا في دول الإسلامية بتصرفاتها مجيتة العنف الشديد الذي مارسه قد يحاول اليوم أن يظهر بصيغة أخرى مختلفة حتى يعود ويكسب خسائر من الشخصيات وأيضا بالذات الشرعيين الذي هم دائما ما يكونوا عمود فقري لأي تنظيم يستخدم الأيدولوجيا الدينية وهناك الكثير من الحديث على أن يعيد دمج مكونات فيه مع تنظيم القاعدة وحراس الدين وقد شاهدت في مواقع التواصل الاجتماعي لأعلم مدى دقة هذه الوثائق نقول عنها فواتير أو إصالات مالية كانت بين حراس الدين وتنظيم داعش لإيواء عناصرهم في داخل إدلب إذا تسمحني في نقطة مهمة جدا فضل إسادة إذا قتل البغدادي وأي عناصر من تنظيم داعش أو القاعدة طالما كان هناك البؤر الخطيرة المتواجدة ولا ظلت الحاضنة مثل في شمال سوريا في منطقة في الإدلب تحديدا وأيضا في العراق طالما لم يتم الاستقرار السياسي فأي كلام عن قضاء على البغدادي والخليفة الذي جاء بعده ومن يأتي بعده لا يهم اليوم في إدلب هناك تأسيس لحالة حركة جهادية متطرفة فستكون أشد أشد بأضعاف مما شهدناه من تجربة الأفغانية هناك انصهار كبير بين هذه الجماعات كسب لخبرات عسكرية التدريب على مختلف أنواع الأسلحة بعد انهيار داعش اليوم سيكون هناك تكتل بين هذه الجماعات والمنظمات أتصور أن السنوات القادمة سنشهد حالة من العنف تختلف عن ما كنا نشاهده في السنوات الماضية ممكن أن أكون متشائمة قليلا لكن أتصور أن هذا يعني واقعا أو عن ما نشكرك لوقتك كانت معنا من الرياض الصحفية المتخصصة في شؤون الجماعات الإرهابية هدى الصالح شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة